أكد سعادة الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني وزير الخارجية أن الشراكات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والوطني وقالناه لا توجد دولة في المنطقة أو ربما حتى في العالم يمكنها ضمان أمنها بمعزل عن غيرها وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الختامية لحوار المنامة أن التعاون الأمنية ضروري إلا أنه لا يكفي بمفرده لضمان السلام والاستقرار الإقليميين مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى شراكات أوسع بكثير وبخاصة مع تلك الدول التي تعترف بالأمن بمعناها الأوسع وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن أهم تطور حدث في منطقة الشرق الأوسط في هذا العام كان التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم والفرصة التي وفرها لنا لإقامة شراكات جديدة حقيقية للأمن الإقليمي وقالناه بينما ننظر إلى الشراكات والتعاون الأمني الجديد والراسخ على حد سواء يجب أن ننظر إليها من حيث كيفية مساهمتها في الأمن الإقليمي بدلا من رؤيتها على أنها تستهدف أي دولة أو مصلحة وقال سعادة وزير الخارجية أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين على النحو المتصور في مبادرة السلام العربية من شأنه أن يحمي حقوق ومصالح وأمن جميع الأطراف وسيثبت بما لا يدع مجالا للشك قيمة وأهمية العمل المشترك لحل القضايا المعلقة وعلاوة على أن ذلك سيزيل أخيرا الذريعة المستخدمة لتبرير بعض التهديدات التي رأيناها للأمن الإقليمي سواء كانت من دول أو جهات فاعلة غير حكومية ترجمة نانسي قنقر